اشتركوا في القناة يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن يتعاون الكل للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان يجتم أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخه وتراثه ويظهر التعاون في مصر في أشكال كثيرة من خدمة المجتمع ومنها دور الأيتام ودور المسنين المعارض والمشاريع التي توفر الغذاء والملابس بأسعار مناسبة ثالث حاجة زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة احنا كده ان شاء الله النهاردة كده قرأنا طيب يعني ايه يا حلوين الأخلاق الكريمة الأخلاق الكريمة يعني الأخلاق الايه الطيبة الأخلاقنا الطيبة والحسنة اللي لازم كلنا نتحلى بيها طيب الدرس النهاردة بيتكلم لنا عن حاجة واحدة بس من الأخلاق دي كوية الايه التعاون التعاون ده يعني احنا لازم دي صفة حلوة جدا الموجود لازم تكون موجودة في حياتنا ولازم كلنا نكون فيه بيننا وبين بعض تعاون يعني احنا دلوقتي بيتعاون أبناء الأسرة الواحد يعني انت وانت قاعد في البيت مع ماما واخواتك مش ماما لو طلبت منك حاجة بتساعدها أو بابا أو اخواتك طيب وفي الفصل وفي المدرسة لما بنطلب منك ايه اصحابك يحتاجوك في حاجة بيلاقوك معاهم وفي الحي المنطقة اللي انت عايش فيها وفي المدينة ووطنة لازم كلنا نكون متعاونين مع بعض عشان ايه وطنة يكون متقدم طيب يتعاون الكل طيب ليه بنتعاون عشان نشارك بعض في المهام في مهام بتبقى صعبة ان اي حد يعملها مسأل لوحده طيب وايه كمان عشان نساعد المحتاجين لوحد محتاج لأي حاجة لازم نساعده ونحافظ على المكان اللي احنا عايشين فيه طيب ابناء الوطن الواحد يعني احنا كلنا كده عايشين في مصر اللي هو ده وطنة احنا المفروض نعمل ايه المفروض نتعاون مع بعض عشان نحافظ على التاريخ بتاع بلدنا ونحافظ على بلدنا وعلى طراصها ونخليش اي حد يعتدي على بلدنا ولازم كنا نكون وقافين مع بعض ايد واحدة طيب ويظهر التعاون موجود في مصر دون اشكال كثير جدا من التعاون زي ايه موجود هنا في مصر دور الايتام الايتام ده مين الاطفال اللي فقدوا اباهم طيب موجود في دور ايتام عشان الاطفال دول يعودوا فيها ودور المسنين اللي هم مقبار السن الناس العواجيز اللي بيعودوا برضو في دور المسنين وفي ناس بتبقى بتساعدهم وبتغدمهم هناك طيب تاني حاجة المعارض والمشاريع اللي بتوفر غزاء المعارض دي بنعمل فيها ايه بيبقى فيها ملابس وبيبقى فيها اغزية وبيبقى فيها احزية وبيبقى فيها اشياء كتير جدا باصعار رفيصة ومناسبة نحن كلنا نساعد بيها الايه المحتاجين طيب تالت حاجة ان احنا نزرع الاشجار نتعاون في زرع الشجر وعشان نحافظ على بيئتنا احنا كده عرفنا يعني ايه اخلاق كريمة وفهمنا الدرس بتاعنا طيب يلا بينا بقى عشان خاطر نطلع فيه الايه بالمعينة والظواهر بتاعتنا الاخلاق الكريمة الاخلاق الاخلاق ديها مثل اسم ولا فعل اسم طيب وفيها لم ايه لم كمرية وفيها مد بالالف طيب والممدود حرف اللام طيب الاخلاق مفردها الخلق طيب الكريمة يعني ايه الكريمة يعني الطيبة او الحسن طيب مضدها السيئة طيب الكريمة لم ايه لم كمرية الكريمة لام قمرية وفيها مد بالإيه؟ مد بالياق وفيها إيه كمان تاق مربوطة التعاون التعاون يعني إيه مثل؟ التعاون يعني المساعدة عكسها لإيه؟ التخازل طيب التعاون ده لام شمسية وفيها مد بالألف وفيها إيه كمان؟ فيها حرف مشدد طيب التعاون اسم ولا فعل؟ طبعا اسم من حرف جر طيب والأخلاق الكريمة قلناها التي ده إيه؟ اسم موصول للمفردة المؤنسة توجد توجد فعل مدارع وفيها مد بالواو في حرف جر منفاصل حياتنا حياتنا اسم وفيها مد بالألف والممدود إلياء طيب وفيها إيه كمان؟ ده إيه؟ ضمير يتعاون أبناء 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 ده فيها إيه؟ مد بالإيه؟ مد بالألف طيب وأبناء ده اسم ولا فعل؟ أبناء اسم ومفردها إبن ويتعاون يتعاون يعني بنساعد بعض يساعد يتعاون هنا إيه؟ يتعاون هنا فعل مدارع وفيها مد بالألف والإيه؟ والعين ممدود الأسرة لام قمرية وفيها تاق مربوطة وكمان لام قمرية وتاق مربوطة والأسرة مفرد واسم طيب وجمعها الأسر طيب والفصل الوا وحرف عطف الفصل اسم جمع الفصل الفصول طيب والفصل دي ايه لام قمرية طيب و حرف عطف المدرسة لام قمرية واسم وفي هتاء مربوطة طيب جمع المدرسة المدارس والحي الواو برضو حرف عطف الحي لام كمرية واسم وجمع الحي الأحياء وفيها حرف مشدد والمدينة الواو حرف عطف المدينة لام كمرية طيب وفيها مد بلياء والممدود حرف الدال وفيها هتاء مربوطة وجمع المدينة المدن والوطن لام كمرية واسم وجمع الوطن الأوطان طيب يتعاون الكل والكل لام كمرية وحرف مشدد وحركة الشدة الايه؟ اتضم للمشاركة للمشاركة المشاركة مضدها الايه؟ التخاذ طيب اللام اللي في الاول ده هي لام حرف جر متصل وفيها مد بالايه؟ مد بالألف طيب وفيها تاء مربوطة طيب واسم في حرف جر المهام لام كمرية ومد بالألف وفيها حرف مشدد وجمع مفرد المهام المهمة وحرف جر مساعدة يعني اعانة طيب فيها مد بالألف وتاء مربوطة واسم جمع مساعدة مساعدات المحتاج لام كمرية ومد بالألف واسم وجمع المحتاج المحتاجون او المحتاجين والو وحرف عطف الحفاظ يعني العناية او الاهتمام او الرعاية طيب وفيه مضدها الاهمال وفيها مد بالايه؟ مد بالألف طيب ولام كمرية واسم على حرف جر المكان لام كمرية ومد بالألف واسم طيب المكان جمعها الاماكن او الامكنة يجتمع يعني ايه يجتمع يجتمع دي يعني ينضم او يتحد مضدها يتفرق طيب يجتمع فعل ايه؟ فعل مضارع ابناء ابناء مفردها ابن الوطن الواحد الواحد لام كمرية ومد بالألف في حرف جر حرف جر منفصل الحفاظ مضدها الاهمال طيب الحفاظ لام كمرية وفيها مد بالألف واسم على حرف جر منفصل تاريخه مد بالألف وفيها ها مربوطة وجمع تاريخ تواريخ طيب الواحد وحرف تاريخه مد بالألف ومد بالياء وحاء مربوطة واسم جمع تاريخ تواريخ وطراثه الواحد وحرفات تراث ايه هو التراث ده؟ كل ما له قيمة طيب وإيه كمان ما تركه لنا الأجداد طيب التراث ده مد بالايه؟ مد بالألف وهاء مربوطة طيب تراث اسم ولا فعل؟ اسم ويظهر يعني ايه يظهر؟ يظهر يعني يتضح قدامنا يتضح ومضادها يختفي يظهر فعل ايه؟ مدارة التعاون التعاون لام شمسية ومد بالألف وإيه؟ واسم في حرف جر مصر اسم بلد أشكال فيها مد بالألف واسم وتنوين بالكسر طيب مفرد أشكال شكل كثيرة كثيرة يعني عديدة مضادها قليلة فيها مد بالياء وتاء مربوطة وتنوين بالكسر واسم من حرف جر خدمتين خدمتين اسم وفيها تاء مربوطة وجمع خدمة خدمات المجتمع لام كمرية وجمع المجتمع المجتمعات واسم دور يعني إيه دور؟ يعني بيوت طب مفرد دور دار الأيتام مين الأيتام؟ أطفال فقدوا أباهم يعني أباهم 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 ماتوا وهم يعيني مش ما مهمش أي حد فبيروح يعودوا فين في دار الأيتام عشان حد يهتم بيهم ويرعيهم طيب الأيتام مد بالإيه؟ مد بالألف طب الأيتام اسم مفرد الأيتام الياتيم ودور المسنين المسنين يعني كبار السن مضادها صغار السن أو الشباب طيب المسنين مفردها المسن المعارض المعارض ديه مكان بنعرض فيه الإيه السلح أو المنتجات طيب المعارض لم كمرية ومد بالألف واسم وحرف عطف المشاريع برضو لم كمرية ومد بالألف ومد باليا واسم ومفرد المشاريع المشروع التي اسم موصولة توفر يعني توتيح بموجود الغذاء لمقمرية الغذاء مد بالألف و جمع الغذاء الأغذية و حرف عطف الملابس لمقمرية مد بالألف و 8 اسم جمع الملابس الملبس بأسعار بحرف جر متصل أسعار اسم تنوين بالكسر مفرد أسعار سعر مناسبة ملائمة فيها تنوين بالكسر و فيها مد بالإيه بالألف طيب مناسبة يعني ملائمة زراعة الأشجار زراعة مد بالألف و فيها إيه تا مربوطة و زراعة اسم الأشجار لم كمرية و مد بالألف و مفرد الأشجار الشجرة الحفاظ يعني العناية على قلبي قلبي أدي يعني الطبيعة كل حاجة حوالينا ما يحبنا زي هواء و مية والطربة كل حاجة قلبي أهلام كمرية و تا مربوطة و مد بالإيه بالإيه إحنا كده فهمنا يعني إيه الأخلاق الكريمة و عرفنا كل الظواهر اللي موجودة عندنا في الدرس و المعين اللي موجودة معنا طيب إحنا دلوقتي هناخد إيه هنعرف شبكة الإيه عايزين نعرف بقى شبكة المفردات قلمة عندنا كلمة المدرسة المدرسة دي فيها إيه موجودة فيها فصول و موجودة فيها معلمات و معلمون و صبورة و تلاميذ و الملعب و مكتبة و درج و أقلام و كتب طيب و إيه كمان الحي المنطقة اللي احنا بنعيش فيها محلات و جيران و إشارة مرور و رئيس الحي و مدارس و طريق و أشجار طيب الوطن وطننا مصر مصر الوطن احنا عايشين موجود في إيه موجود في بحار و موجود في نهر النيل و الأهرامات و أبو الهول و الصحراء و متاحف و معابد و أثار و كنائس و الوطن ده موجود فيه أشياء كثيرة جدا طيب إيه كمان دار الأيتام طيب دار الأيتام الأطفال بيوضوا فيها فيها إيه مليها مدير و فيها مشرفين بيخلوا بالهم الأطفال و إيه كمان و فيها أنشطة بيهدوه بخلوه أنشطة ترفيهية عشان ما يبقوش زعلانين و أنشطة تعليمية بيعلموهم و فيه أماكن بيناموا فيها و عندهم بيجيبوا لهم معكل و إيه و ملبك طيب الأخلاق القريمة دي برضو الشبكة بتاعت زي إيه الأخلاق القريمة زي الصدق والتعاون اللي قلنا عندهم في الدرس النهاردة و الإخلاص و طبعا لازم الأخلاق الكريمة بيكون في بنا وبين بعض احترام و تأدير و يكون فيها محبة نيجي بقى هنا نقول مع الخلق الكريم الذي يتحدث عنه الدرس الدرس ده بيتكلم عن إيه؟ دي أول هاجة بيتكلم عنها التعاون طيب إيه تاني؟ بين من يكون التعاون؟ التعاون ده بيكون بمين؟ يكون بين أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن تمام؟ إيه كمان؟ لماذا يتعاون الكل؟ ليه؟ لماذا يتعاون الكل في المدينة والوطن؟ ليه بيتعاون مع بعض؟ يتعاون للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان تمام؟ وبعد كده نيجي نسأل على بعض و نقول إيه؟ لماذا يجتمع أبناء الوطن بواحد؟ يجتموا عليه؟ أو فيما يجتموا على إيه؟ في الحفاظ على تاريخه و تراثه تمام؟ كيف يظهر التعاون؟ أو إيه هي أشكال التعاون في مصر؟ ما أشكال التعاون في مصر؟ أشكال التعاون كثيرة أشكال كثيرة في خدمة المجتمع مثلها زي إيه؟ أشكال التعاون ما هي توفر الغذاء والملابس بأسعار مناسبة؟ طيب ما أهمية التعاون في حياتنا؟ نعمل لنا التعاون ده يحقق النجاح والتقدم يحقق لنا لإيه؟ النجاح والتقدم وإحنا كده عرفنا الظاهر والأسئلة وفق وإيه؟ وشبكة المفردات؟ طيب هايزة حاجة تمام دعا لذي لنعرفها إيه هي؟ كلمات على نفس الوزن كلمات على نفس الوزن طيب نعرف دلوقتي كلمة على وزن أشجار ده مزن أشجار أنهار لأعمار بأخبار طيب كلمة على وزن هتلي كلمة على وزن الأخلاق تبقى الأطباق أو الأرزاق أو الأعناق المهم يكون إيه؟ أخيرها نفس الوزن زي ما قلنا يكون عدد الحروف زي بعضها ويه كمان والتشكيل ما يكونش مختلف تمام كلمة على وزن الغزاء الوفاء كريمة العزيمة الهزيمة يلا بنا بقى نخلصنا كده كل حاجة نبدأ بقى إن شاء الله بإذن الله في حلل إيه؟ التدريبات نقط من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا إيه من الأخلاق الكريمة؟ التعاون التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا يتعاون الكل المشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان طيب ثالث سؤال اذكر أمثلة للتعاون في مسلم جاب لنا هنا أمثلة كتير دور الأيتام ودور المسنين وإيه كمان ممكن نقول المعارض وممكن نقول المشاريع لتوفر الغزاء متعاون؟ نعم ليه؟ طيب يوصف لنا تصرفا كنت فيه متعاونة ممكن أقوله أي تصرف أنا عملت ساعدت الرجل أنا عجوز كان يريد أن يعبر الطريق سيدة كانت تحمل حقيبة سقيلة فساعدتها وشلتها ساعدت زميلي في زرع الأشجار أي مثال توصف أن أنت كنت متعاون ساعدة بعد كده عبر بالرسم وصف ما رسمته طيب أول حاجة مساعدة الأيتام هرسم إيه؟ طفل يعطي صديقه اليتيم هدية بيحب يدي واحد زميل وهدية طيب بعد كده زراعة الأشجار طيب زراعة الأشجار طفل يزرع شغرة طيب معرض للطعام والملابس أطفال يقيمون معرض للطعام حان الآن وقت الكراءة الجهرية نقرأ الدرس وإحنا قرأناه في أول الفيديو طيب النشاط الثالث لاحظ واكتشف ارسم دائرة حول الجمل التي تبدأ بإسم وضع خط أسفل التي تبدأ بفعل طيب إحنا عارفين الجملة الإسمية والجملة الفعلية الجملة الإسمية هي التي تبدأ بإيه؟ بإسم طيب والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل طيب يأكل أحمد الطعام في المدرسة يأكل دي جملة إسمية ولا جملة فعلية ولا بدأ بإيه؟ بدأ بفعل تبقى جملة فعلية الطفل يبكي لأنه جائع الطفل بدأ بإيه بإسمي الشمس تشرك كل صباحين بدأ بإسمي زهبت مع أبي إلى السوق لشراء فاكهة طيب زهبت زهبت دي اسمه فعل جملة فعلية حول الجملة الفعلية إلى إسمية والإسمية إلى فعلية أول واحدة جمع أحمد المهملاتي من الطريق طيب دي بدأ الفعل يبقى جملة فعلية طيب هنحولها تبقى إيه أحمد جمع المهملاتي من الطريق طيب رقم اتنين الولد قام بجمع أوراق الأشجار الولد جملة إسمية طيب هتبقى إيه قام الولد بجمع أوراق الأشجار تالت واحدة يكتب رامي لا فتة للحفاظ على البيئة تبقى رامي يكتب لا فتة للحفاظ على البيئة كانت جملة فعلية حولناها الجملة إسمية عملنا مقص بين الكلمة الأولى والتانية رابع واحدة والأخيرة الفتاة تحب مدينتها بجملة إسمية عشان بدأ بإسم طيب نحولها الجملة فعلية هدي بقى إيه تحب الفتاة مدينتها كده إن شاء الله نكون انتهينا من شرح الدرس الأخلاق الكريمة إن شاء الله يارب تكون استفدتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته